اشتركوا في القناة اصابة الراخصة دينا بفيروس كورونا السلام عليكم و اهلا ومرحبا بكم في قناتكم كرة شراب لطفا قبل ان نبدأ فلا تنسوا ان تدعمونا بلايك اسفل الفيديو حتى نصل بهذا الفيديو الى 9000 لايك لو متعاطف مع دينا ما تنساش تضغط لايك اسفل الفيديو فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المتعاطفين مع دينا ولا تنسوا ان تضغطوا اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد اولا باول دينا بعد اصابتها بكورونا جسمي متكسر واشعر بالارهاق الشديد تخضع الفنانة الاستعراضية دينا للعزل المنزلية بعد اصابتها بفيروس كورونا حيث شعرت في الايام الماضية بارتفاع في درجات الحرارة لتقوم على الفور بعمل التحاليل الطبية اللازمة والتي اثبتت اصابتها بالفيروس وتسير دينا حاليا على البروتوكول العلاجي الخاص بفيروس كورونا وكشفت دينا لليوم السابع عن اخر تطورات حالتها الصحية بعد عزل نفسها مبدحة انها تشعر بتكسير في القسم وكذلك الارهاق الشديد الذي يجعلها تقضي وقتا طويلا في النوم مشيرة الى انها ملتزمة بالعلاج وتتابع مع احد الاطباء يذكر ان دينا يعرض لها حاليا مسلسل سكن البنات من 60 حلقة ويشارك في بطولته وفاء عامر ويتين عامر ومحمد نقاتي ومنذر ريحانة وحجاج عبد العظيم والهام عبد البديع وهاجر الشرنوبي وهو من تأليف احمد صبحي واخراج محمد النقلي وكان اخر اعمال دينا مسلسل بيت القبائل الذي تم عرضه العام الماضي على قناة الحياة وهو بطولة حنانم طاوع وعمر عبد القليل ومحمود عبد الغني ومحمد رياض واشرف طلبة وسمير عبد العزيز ومحمود عبد الغني وعمر درويش واخراج حسني صالح الراقصة دينا تكشف تفاصيل اصابتها بفيروس كورونا اعلنت الراقصة دينا عن اصابتها بفيروس كورونا بعدما خضعت لمسحة وثبتت انها ايجابية مشيرة الى انها فوجئت بارتفاع في درجات الحرارة وتكسير في الجسم وارهاقة وانها تخضع حاليا للعزل المنزلي تحت اشراف الاطباء ويورد حاليا مسلسل سكن البنات على احدى القنوات الفضائية وتدور احداثه من خلال حكايات لمجموعة من الطلاب المغتربات اللائي يسكن في احدى الفلات وتمتلكها وفا عامر حيث تكشف الاحداث حكاية كل فتاة من المغتربات الراقصة دينا تصاب بعوارد كورونا والفحوصات الطبية ايجابية اعلنت الراقصة المصرية دينا يوم الجمعة عن تطورات حالتها الصحية بعد اصابتها بفيروس كورونا المستجدة ووضحت انها التقطت الفيروس التاجية بعد ان سافرت الى مدينة اسوان بصحبة اربعة من صديقاتها بحسب موقع اي تي وتابعت انه بعد عودتها من هناك شعرت ببعض الاعراض الطفيفة ما دعاها لاجراء التحاليل اللازمة الا انها لم تظهر اي نتيجة وذلك قبل ان تشتد عليها الاعراض وتشعر بتكسير في العظام ورعشة بحسب قولها ومضت دينا قائلة انها تأكدت من اصابتها بفيروس كورونا بعد اجرائها تحاليل دم واشعة مقطعية على الصدر كما اكدت المسحاء التي اجرتها اصابتها بالفيروس وعن ابرز الاعراض التي تلازمها حاليا اشار الديناء الى انها تشعر بالاعياء وعدم القدراء على السير الذي تشعر معه انها تقيلا في الحركة فضلا عن ارتفاع في درجات الحرارة والسعال الذي اثر على صوتها الامر الذي يمنعها من الحديث واكدت انها تلزم الفراش حاليا وتلتزم بالعزل المنزلية وبتعليمات الطبيب حتى تمر ازمتها على خير خاصة وان حالتها لا تتطلب الذهاب الى المستشفى وشددت دينا انها لن تستهين بعد شفائها من فيروس كورونا المستجدة لان اصابتها تسببت في الامها نفسيا وجسديا موضحة ان فيروس كورونا المستجدة يؤثر على اعضاء الجسم بشكل سلبية اذا لم يتم علاجه بشكل صحيح يشار الى ان دينا اثارت الجدل مؤخرا بعد نشرها لفيديو نشرته عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي وتظهر فيه وهي تؤدي رخصة على ضفاف النيل واضافت انها تحمست للفكرة بهدف تنشيط السياحة في الاخصر واسوان خاصة ان حسابها الرسمي يتابعه عدد كبير من مختلف الجنسيات العربية والاجنبية علي حميدا نجاح استثنائي وهزيمة قاتلة اخر حوار سمعنا فيه صوته على قناة mpc مع عمرو اديب كان يطلب العلاج وقبل ان تستجيب الدولة كان نقيب الموسيقيين هاني شاكر يجرحه على الملاء عندما قال انه سوف يدفع من جيبه الخاص مصاريف عضويته السابقة بالنقابة حتى يتسنى لهم علاجه ليست هذه ابدا النهاية التي كان يتوقعها علي حميدا ولا كل من عصروا زمن تألقه لقد وصل الى اعلى المراحل التعليمية في الموسيقى حاملا رسالة الدكتوراه في الغناء الشعبي والفلوكلور ومدرسا بالمعهد العالي للموسيقى العربية ومعلما ايضا لآلة العودة ومن بين تلاميذه المطربة وردة والمطرب محمد الحلو وايضا الملحن الموهوب سام الحفناوي الذي لحن لأستاذه لو لاكي علي حميدا كان ايضا يكتب كلمات بعض اغانيه ويلحنها مثل راعي غنم هكذا وصفته بعض الاقلام وكأنه راعية الغنم في فيلم ام كلثوم الشهير وهو ما دفع في النهاية من تطاول عليه الى الغناء وراءه ابوس الادم وابوس الندم على غلطته في حق الغنم ولكن لا احد اعتذر من مثقفي المدينة لابن مرسى مطروح الذي لم يتنكر ابدا لأصوله البدوية بل اعتبرها وساما على صدره عرف حميدا بعد ان حققت لو لاكي تلك الارقام المليونية والتي يعتبرها البعض هي الاكثر رواجا في تاريخ الاغنية المصرية ومن ثم العربية لا اتصور انه باليقين الاكثر ولكن كحد ادنى المؤكد انه من بين الاكثر رواجا في الزمن المعاصر لدينا في التاريخ تخطوقة امكلثوم لاهتل وعني واغنيات احمد عدوية السحة الدحم بو والثلاثي المريح العتبة جزازة وعيد الشعار الطشوت ألي وحمد باتشان الأستوك وشعبان عبد الرحيم بكره اسرائيل وحسن شكوش بنت القران وغيرها اعرف وصية الفنان علي حميدا قبل وفاته وسر اخر كلماته تابعت عدسة اليوم السابع في بث مباشرة والان اعزائي المشاهدين اعتقد اننا وصلنا الى نهاية الحلقة ولكن قبل ان انهي حديثي ساطرح عليكم سؤالا واتمنى منكم المشاركة بارائكم في التعليقات ما هو سبب اصابة راقصة دينا بفيروس كورونا لا تنسوا ان تشاركوا بارائكم في التعليقات ولا تنسوا ان تضعطوا لايك اسفل الفيديو من اجل دعمنا وفي النهاية اتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد اولا باول وقبل ان ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي اشتركوا في القناة